اشتركوا في القناة 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 حطين هان قاتو يمكن هاد القاتو لانه احتفال انه فري فاير هلا اصار لها سنتين فصار عمر هاي اللعبة سنتين فمسوي لها عيد ميلاد يمكن هاد القاتو يحطوه بساحة التدريب ما باعتقد هاد الشي بس اكيد رح يكون فيه احداث وجوائز كتير بما انه اللعبة صار عمرها سنتين وزي ما انتم شايفين هان فيه شخصية هاي تبع الشب رح نحكي عليها بعد شوي شوفوا الاسكنات الحمر او ماي قاتو والله شي خرافي يا شباب شوفوا اسكن هاد اخر واحد من فوق هاد بيشبه الشيطان هيك طبعا هاي اسكنات خلها رح تنزل يا اصدقائيا عن جد اسكنيات كتير خرافية طبعا في عنا هون يا اصدقائيا ساحة التدريب هات يغليكم على ساحة التدريب والله شي represented هو اسطور يا شباب شوفوا الساحة التدريب كيف شوفوا الديجيل مجنون هاد ا plus tmesan مجردت الضغط شوفوا يا شباب شوفوا ساحة التدريب عملين مع اثفلين على أساس وعملين بساحة التدريب شير اقتفال فري فاير صار عمرها سنتين يا أصدقائي والله شيء أسطوري شوفوا هذا المايكريفون عملينها مثل منصة مثل حفلة في مايكريفون وشوف الديجي هذا المجنون أبو راس الطنجرة قاعد بيعزه والله شيء بيضحك وشيء خرافي يا أصدقائي عن جد في عنا أشياء تانية يا أصدقائي والتي هي الكنزات تبع الهيرويك طبعا تعرفوا الواحد بسيطلع على الهيروي بيعطوك كنزة وهي الكنزات يا أصدقائي رح تكون تبع السيزون الـ 11 الـ언رة السيزون الـ 11 طبعا التكنزات تشبه الكنزات السيزون الـ 7 و 3 يعني ألوانها هيك تشبه التكنزات السيزون الـ 7 و 5 لا أعرف ليش لا أعرف زأنتو كمان لاحظتوا عدي أمام أوكي are you scanadia الشباب وفي عنا هاد skin benet مو금 discriminari when helpichtet طبع البنøت ikle نفس الشي نفس الكنزة هي بلبسها الشب وبلبسها البنøت فهاي سيقنات canzات عادية يعني ليش بحكي سيقناتا اوكي يا صديقائي وهذا عندنا العرض تبع الشخصية الجديدة شكرياً شخصية رح نقول عادية ما رح نقول سيء أو ما رح نقول خرافية شكلياً عادية الشخصية بس خاصية يا صديقائي لو تعرفوا شو خاصية عن جد شيخرافي كتير خاصية يا صديقائي مبركة من على Playboy خاصيةها يا صديقائي وهي السرعة طبعاً في خاصية السرعة والتي هي خاصية كيلي بتعرفوها طبعاً هاي الشعار تبع الشخصية شوفو انه هي السرعة في عندنا خاصية كالي البنت كمان هاي كميزتها السرعة بس هاي الشخصية بيقولوا انه سرعتها رح تكون يعني مومة الكالي يعني سرعتها رح تكون أسرع بكتير من كالي والله ما بعرف بس متحمس كتير أكتر شي بالتحديد عجبني هاي الشخصية وان شاء الله أول ما تنزل الشخصية رح نجيبها ونطورها ماكس يا أصدقائي ونشوف شو نجرب خاصيتها مع بعض عن جد كتير متحمس أكتر شي على هاي الشخصية أوكي طبعا أصدقائي فيه شخصية تانية واللي هي شخصية بنت رح نشوفها مع بعض هاي هي شخصية البنت يا أصدقائي والله ما بعرف شو خاصيتها بالضبط بس أعتقد انه يعني ما بعرف سمعت انه بس يكون مثلا عندك فطر مثلا كان عندك 200 فطر بس تقتل واحد وتفن شو بياخدوا 50 من الفطر بيحولهم لك دم فما بعرف ده هاي الشي صحيح أو لا بس هاي هي الشخصية زي ما انتوا شايفين شعرها خرافي كتير يا أصدقائي بس ما بعرف اذا كانت خاصيتها فعلا حقيقية فرح تكون الخاصية عن جد كتير حلوة يعني بنقدر نستعمل هاي الشخصية مع خاصية الفطر مع ميقل يعني انه انه بس تقتل حدا بيعطوك فطر ففورا مع الشخصية هاي الفطر اللي بيعطوك يا بتحول لدم يعني عن جد شي خرافي يكونوا هاجمين عليك سكواد تقتل واحد فيهم وتفن شو بيصير دمك 50 يعني والله بتنزل السكواد كله وانت مرتاح والله شي أسطوري عن جد اذا كانت فعلا خاصيتها هيك في عنا يا أصدقائي طبعا تسريبات كمان بتحكي انه رح يكون فيك تدمج خاصية رابعة هون عن جد هاد الشي اذا بيصير باللعبة يا أصدقائي عن جد رح يكون شي أسطوري جدا يعني انا لما بلعب عن جد كتير في خاصيات بحب ألعب فيها بس ما بقدر ألعب فيها لانه ما بتقدر تدمج إلا ثلاث شخصيات يعني زي ما انتم شايفين الخاصيات المفضلة عندي هاي الصورة من حسابي يعني وش من التسريبات خاصية المفضلة عندي وله هي خاصية كلا تبع البوكس الخاصية الثانية تبع السرعة تبع كيلي والخاصية الثالثة تبع الشوتقان بس هون يا أصدقائي رح يختلف ده كان تقدر تدمج أربعة خاصية السرعة تبع كيلي رح أشيلها ورح أحط خاصية السرعة تبع الشاب بما أنه هم حكوا يعني الشاب رح يكون أسرع من البنت من كيلي فرح أشيل تبع كيلي وحط سرعة الشاب والخاصية الرابعة رح أ اضيف خاصية البنت اذا كانت خاصية البنت فعلا حقيقية زي ما حكوا بالتسريبات انه بتحول لك الفطر لدم وهيك فيمكن اشيل كمانك لاو احط ميقل وهديك البنت مع بعض عن جد شي خرافي اذا بيصير اوكي عن جد شي خرافي اذا بحطه اربع شخصيات هيك تدمجهم شي اسطوري يا شباب في عنا شي تاني واللي هو ما بعرف هاي طائرة الورقية ما بعرف اذا اسمها هيك صح طائرة الورقية هذا الشي ما عجبني ما بعرف حسيت اللعبة صايرت قلت فوتنايت كتير وانا صراحة ما بلعب فوتنايت وما بحب لعبة فوتنايت لانه بحسها يعني بتدوخ اللعبة لما يكون فيها انه طائرات وما بعرف شو تبني وتحط والاشياء هاي بتحسها ما بعرف كيف بت يعني ما بعرف انت تعودت على اللعبة على شي وبعدين يصيروا يغيروها يعني بتحس اللعبة كلها بتتغير طبعا هاي الطائرة رح تكون موجودة مع اللوت بشكل عشوائي رح تكون على الارض متل ما بتلاقي درع بتلاقي شي رح تكون موجودة مع اللوت بتاخد هاي الطائرة وتكون معك بالشنطة يعني اذا كنت فوق جبل بتعرفوا طبعا فيش بال عالية متل متل يعني اي جبل متل جبل الميل متلا لما تنزل لفوق الجبل بتتدمج كتير فاذا كنت فوق جبل عالي بتقدر تستعمل هاي الطيارة وتنزل بشكل يعني انه تنزل طاير هيك فعشان ما تتدمج يعني اوكي ما حباتها كتير اي الشغلة في عنا هون اه سكن جديد للبنت ما بعرف هذا سكن البنت اذا رح ينزل بالدايموند رويال او رح ينزل بالمكينة هديك تبع اللي فيها متل اقنعة والله ما بعرف هذا الشي بس ما بعرف ما عجبني حسيت فيه سكنات احلى للبنت كانوا مفروض يحطوهم واكيد رح يكون فيه خاصية يعني سكن للشاب كمان بيشبهه بس ما بعرف ما شفت يعني ما شفت صور له بالتسريبات اوكي طبعا في عنا كمان سكن جديد للشاب يا اصدقائي واللي هو هات يا راس البيضة اوكي ما بعرف هذا السكن ما عجبني ابدا صراحة التقييم الى الو يعني خلينا نقول 2 من 10 يعني ما بعرف عن جد راس البيضة يعني شو بدي احكي عليه اوكي عن جد ما بعرف ما عجبني ابدا سكن تقييم الى الو زي ما حكيت 2 من 10 فهي كانت التسريبات اصدقائي طبعا عن جد كتير كنت حابب انه انا ادخل سفر المطورين واصور لكم كل شي لحالي يعني مو انو اجبي لكم صور من التسريبات صور من التسريبات يعني بعتدر عن هاد الشي كلها خايصة اذا شفتوا كل الصور بتكون مش واضحة ابدا وهيك فكنت حابب انو انا ادخل على سفر المطورين واصور لكم كل شي بنفسي وكل شي يكون بدقة عالية بس للاسف سفر المطورين صاير عليه ضغط كتير يعني يا شباب قاعد بحمل السفر طبع المطورين تخيلوا من الساعة 9 الصبح والانترنت عندي قوي كتير يعني من 9 الصبح لحد الان يعني قاعد انا بصور هذا الفيديو الساعة صارت 9 يعني تقريبا 12 ساعة يا شباب وانا قاعد احمل هاد السفر ولحد الان ما نزل لسه بده كمان ساعتين لا ينزل ما بعرف شو الشي مع انو الانترنت يعني عندي كتير قوي ما بعرف شو السبب وكمان يعني في ناس بيحكوا انو حتى لو نزلته ما رح تقدر تنضم له السيرفر لانو رح يعطوك انو السيرفر فول اللي بتعرفوا سيرفر المطورين ما بيحمل اكتر من 200 شخص والمتين شخص هادول طبعا بيكونوا من اليوتيوبرز او بيكونوا من المطورين المشركة او من هيك شي بس للاسف الرابط طبع هاد السيرفر انتشر ولما الرابط انتشر صارت كل الناس تنزل السيرفر وكل الناس تنضم له السيرفر وبهيك صار في ضغط واحنا ما عاد قدرنا ندخل عاد السيرفر بس ان شاء الله رح احاول وان شاء الله بكرا بدخل عاد السيرفر وبدخل على السيرفر المطورين بصور لكم كل شي بنفسي وصورة اصدقائي هيك كان الفيديو لليوم بتمنى يكون نال عجابكم بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة ده ما كنتم مشتركين تفعلوا جرس تنبيهات عشان يصلكوا كل فيديو جديد عن الفريفير وصورة اصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو كان معكم علي عمار واشوفكم ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة